بعث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليم برقية تعزية إلى سلطان عمان هيثم بن طارق بضحايا السيول والأمطار التي اجتاحت عددا من مناطق السلطنة وعنب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وعضاء المجلس والحكومة والشعب اليمني عن خالص تعازيه وصادق مواساته للسلطان هيثم بن طارق والشعب العمني الشقيق وأسر الضحايا من جهتها أبرت زارة الخارجية عن تضامن الجمهورية اليمنية مع سلطنة عمان جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت ولاية المضيب شمال السلطنة ما سر عن وقوع عددا من القتلى والمفقودين والمصابين وفي بيان لها عربت الوزارة عن خالص التعازي وصادق المواساته إلى حكومة وشعب سلطنة عمان في أفاة وإصابة مواطنين جراء سيول الأمطار هذا وارتفع ضحايا السيول في سلطنة عمان إلى ثمانية عشر شخصا معظمهم من الأطفال أكد المنسق باللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة بسلطنة محمد البوصا في تفعيل غرفة عمليات طوارئ للتعامل مع أزمة الأمطار الغزيرة والسيول التي تشهدها البلاد بسبب مرورها بمنخفض المطير الجوي حسب وكالة الأنباء العمانية وقررت السلطات تمديد تعليق الدراسة حضوريا إضافة لتعليق عمل موظف القطاع العام والخاص بعدة محافظات في السلطنة جراء استمرار تداعيات المنخفض الجوي ألقت السلطات المحلية بمحافظة المهرة دراسة في جميع المدارس الحكومية والأهلية حتى نهاية الأسبوع الجاري بعد توقعات مركز الأرصاد بهطول أمطار غزيرة ووجه مكتب التربية والتعليم بمحافظة المهرة مذكرة لمديري المراكز التعليمية في مختلف مديريات المحافظة بتعليق الدراسة من اليوم الثلاثة حتى الخميس على أن تستأنف يوم الأحد المقبل وحذر المركز الوطني للأرصاد المواطنين وسائقي المركبات من الوجود في بطون الأودية ومجاري سيولي أثناء هطول الأمطار كما نبه الصيادنا من دخول البحر بدورها أقرت لجنة الطوارئ بوادي حظر موت جملة من الإجراءات والتوجيهات بشأن التنسيق الجهودي ووضع الترتيبات اللازمة لأخذ الاحتياطات الاحترازية لأي تطورات متوقعة بشأن المنخفض الجوي المتوقع أن تتأثر به مديريات الوادي والصحراء وكد وكيل محافظة حظر موت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر العامري ضرورة متابعة سير الحالة المناخية وأخذ الحيطة والحذر والتأكد من جاهزية المعدات والأدوات التابعة لعدد من الفرق ووضعها تحت طلبات لجنة الطوارئ وتوجيه مديري عموم المديريات بتشكيل رجال طوارئ فرعية بالمديريات دعيا إلى أن تتحمل الأجهزة التنفيذية كافة مسؤولياتها المشتركة في هذا الظرف ومضاعفة الجهود لمواجهة أي تطورات محتملة للمنخفض ترجمة نانسي قنقر